السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا الحمد لله الذي أنعم علينا بأن أدركنا شهر رمضان وأحمد الله أن أعاننا وأعانكم على الصيام والقيام وأسأل الله أن يختم لنا شهرنا بالقبول وأن يختم لنا عمرنا بالغفران وأن يختم لنا عمرنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم كما أعمتنا فصمنا وقمنا فأعنا يا ربنا على طاعتك وعبادتك وعلى أن تختم لنا بخاتمة السعادة اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار سؤال يتكرر في كل عام على ألسنة نسائنا علي أيام من رمضان بسبب حيض أو نفاس أو مرض وخرج رمضان وأنا أريد أن أصوم ستة أيام من شوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر هل يجوز لي أن أصوم ستة أيام من شوال قبل أن أقضي ما علي من رمضان؟ جمهور أهل العلم أن هذا يجوز فقيل لهم لماذا؟ قال لأن الستة أيام من شوال وقتها محدود شهر واحد لكن قضاء ما فات من رمضان يصلح طوال العام لما ورد عن أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين البخاري ومسلم أنها قالت كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان كان يكون علي الأيام من رمضان قضاء رمضان أفترط لأن عليها حيض فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله أو لحاجة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا كما قال أهل العلم فالمسألة فيها تفصيل أما التفصيل هو أن الإمام أبا حنيفة قال يجوز لها أن تصوم الستة أيام قبل قضاء رمضان بغير كراها قال الإمام الشافعي تصوم الستة أيام قبل قضاء رمضان مع الكراها قال الإمام أحمد ومالك لا بد أن تقضي ما عليها لأن أداء الفريضة أولى من صيام النافلة وهو القول المشهور لسيدنا أبي بكر إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة فأنا أقول لأخواتي من النساء الأولى أن تقضي الأيام التي عليك تقضي أيام الحيض أو النفاس أو لسبب المرض الفرض تعجلي بقضائه فإن كان هناك متسع لصيام ستة أيام من شوال فبها ونعمت طب نفرض إنها أفطرد في رمضان خمستاشر يوم أو جاءها النفاس دمه النفاس الشهر كله طب هتعمل إيه هتصم شوال كله الأول علشان تصم ستة أيام قالوا هذه الحالة حالة ضاقة بها المحل اللي هو زمان صيام ستة أيام يجوز لها أن تصوم ستة أيام ثم تقضي ما عليها من رمضان فالمسألة على القول فيها أقوال الإمام أبو حنيفة قال يجوز أن تصوم ستة أيام بغير كراه ثم تقضي ما عليها طوال السنة لكن الأولى أن تعجل بالقضاء قال الإمام الشافعي تصوم ستة أيام مع الكراهة يكره لها ذلك بل تعدل بقضاء ما عليها قال الإمام أحمد الأولى في مذهبه أن تصوم رمضان أولا لماذا؟ لأن نص الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أدبعه ستا من شوال اللي صامت رمضان وعليها سبعة أيام الحيض أو ستة أيام الحيض هل تسمى صامت رمضان؟ أبداً لأنه لسه عليها بقية شهر ففي مذهب الإمام أحمد أنها تقضي ما عليها أولاً حتى يقال إنها صامت رمضان لأن نص الحديث يقول من صام رمضان فأدبعه أو ثم أدبعه ستاً من شوال فمن صامت الست من شوال قبل أن تقضي ما عليها فإنه لا يقبل منها ذلك وهذه مسألة مهمة نسأل عنها كثيراً والجواب فيها سهل ميسر واضح أختها إن استطعت أن تقضي ما عليك من أيام رمضان يعني الحمد لله رب العالمين إن تجالك الحيض ستة أيام فقط تمام؟ أصوم الستة أيام التي قضاء رمضان وإن استطعت أن أصوم من شوال أصوم حتى إن استطعت أن أصوم يوم واحد من شوال يومين من شوال ثلاثة أيام من شوال يعني اللي هي من الستة ستة أيام من شوال فالله عز وجل لا يكتب لي الأجر وإن لم أستطع إلا قضاء ما فاتني وما استطعت أن أصوم الستة فالواجب أولى فالقضاء أولى لأن رسول الله قال من صام رمضان ثم أتبعه أو فأتبعه ستة من شوال وإن شئت أن تصوم الستة أيام من شوال وتقضي ما عليك كما كانت تفعل أم المؤمنين عيشة لأن أهل العلم قالوا كان رسول الله يعلم أن عائشة تؤخر القضاء ولم يأمرها أن تعجل بالقضاء وقيل أيضاً أنه من المستبعد أن أم المؤمنين عائشة لا تصوم الستة أيام من شوال وهي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الضهر ما أظن أن عائشة تضيع هذا الفضل فبارك الله لكم وبارك فيكم وبقدر نياتكم يعينكم الله عز وجل قال الله تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً فإذا علم الله صدق نيتك هيعينك تقضي ما عليك ويعينك تصوم ستة أيام من شوال أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته